لعل أهم سؤال أغفله كثيرون من المحللين والمؤرخين هو من الذي صنع صدام حسين ووضعه على طريق الصدارة المطلقة في الحزب والدولة دعونا نبدأ الحكاية من أولها صدام لم يكن يفكر بالانتماء إلى حزب البعث قبل عام 1959 فقد كان لغاية عام 58 يضيق بنا نبي النجم وعدنان خير الله ونزار الناصري وعطى محي الدين وأنا حين نتحدث عن الحزب والسياسة وهمومها وأستطيع أيضا أن أحدد بدقة تاريخ دخوله إليه في أوائل عام 1959 وهو ابن الثالث والعشرين نصيرا متدربا ثم كلف حتى قبل أن يصل إلى درجة نصير بأن يشارك في أخطر عملية مصيرية يقدم عليها الحزب وهي محاولة اغتيال الحاكم الأوحد عبد الكريم قاسي موسيقى وفجأة وجد النصير المتدرب صدام عسين نفسه في سوريا يردد شعار الحزب ويصبح عضوا عاملا بحضور أعضاء أعلى قيادة في الحزب وفي سوريا ثم في القاهرة كان لاجئا سياسيا مع رفاقه البعثيين الذين شاركوا معه في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكلم قاسم وكان السائد آنذاك أن إطلاق النار على الزعيم عمل بطولي يجب على الحزب أن يعتبره ويعتبرهم من الأبطال المستحقين للتكريم أو على الأقل للشكر والعرفان ولكن القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث فرع العراق بقيادة علي صالح السعدي حكمت على تلك العملية بأنها حماقة ألحقت بالحزب أضرارا كبيرة وبالتالي فإنها لن تكافئ القائمين بها آيات سعيد ثابت وخالد علي صالح وأحمد طه العزوز وسليم الزيبق وعلي حسون وحاتم حمدان العزاوي وعبد الكريم الشيخري وصدام حسين وسمير عزيز النجم وعبد الحميد مرعي وعبد الوهاب الغريري وتأسيسا على ذلك كان يمكن أن يعود صدام من القاهرة بعد انقلاب حزب البعث في شباط 1963 ويصبح واحدا من بعثيين كثيرين أنعمت عليهم القيادة الجديدة بوظائف مجزية في الدولة ثم طواهم النسيان منقلاب عبد السلام محمد عارف ورفاقه الآخرين في 18-22 1963 ولكن الذي صنع صدام حسين وأوصله إلى القمة في تقديري 2 علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث في 1963 وأحمد حسن البكر أول رئيس وزراء في انقلاب شباط 1963 وهو من أهل العوجة ومن أبناء عمومة خرلة الفاح وصدام حسين وإليكم البيئة